موسيقى اه النهاردة بتكلم عن الستات ومشاكل الستات تعالوا بقى يا ستات ركزوا معايا جدا في الحلقة دي ستات كتير قوي بتسعى طول الوقت ان هي تبقى مثالية بيرفكت في البيت بيرفكت في الشغل بيرفكت مع الولاد الزوجة ما حصلتش وللأسف المثالية دي وهم كلنا مش عارفين نوصلوا طول الوقت اه بنسعى اه بنحلم اه بقى عايزة بقى مثالية وعايزة بقى نكحة وعايزة عامل كل حاجة بالزبط يعني ان عارفين ايه على المسطرة لكن الواقع بقى المرير اللي انا عايزة اقولك عليه النهاردة ان الموضوع فعلا صعب الموضوع مسهل ان يعني الموضوع المثالية ده هو حلم حلم بس الحلم ده سرق من كل الستات سعادتها ليه بقى ليه سرق سعادتنا عشان احنا طول الوقت انا مش ردي على اللي انا بعمله طول الوقت حاسة ان في حاجة نقصة يعني حاسة ان انا لسه عندي زيادة ممكن اقدمها حاسة ان انا اقدر ابقى نكحة عن كده يعني المشكلة بتبقى اللوت كله على الست يعني انا اتجاوزت وبشتغل فانا عايزة ابقى في شغلي نكحة واخد منصب اعلى وبقى مرتبي يزيد اكتر وابقى نكحة في شغلي فده برضو ضغط نفسي رهيب ان انا مركزة جدا في شغلي وعايزة ابقى نكحة طب برجع البيت دميري بقى بيبقى وجعني فيه حتة كده وجعاني اللي هو انا سايبة لولادة طول النهار فتلاقي بقى ايه يعني انا على بال ما بوصل البيت بيبقى شحني خلص خلاص صح يا بدري وطول النهار باشتغل لا اجباري انا اوتوماتيك اروح شحنة نفسي تاني عشان ارجع البيت اذاكر للولاد وحمي واكل واشوف البيت واطبخ ونظف فبيبقى مجهود جبار ولازم اعمله عشان برضو ما حسش ان شغلي جي على بيتي فانا برضو ابقى لازم نكحة في بيتي طيب خلصت شغلي ورجعت البيت وزبطت الولاد واكلت وحميت وربيت وكل حاجة ومذاكرة برضو بقى بعض زاكر والواجبات طب جوزي راجع جوزي بقى راجع من الشغل طب مرحلة التالتة بقى ركزوا كم مرحلة بتمر بيها الست فلا ده انا بقى لازم ادخل الالبس بقى لبس شكله لطيف بقى شكل حلو وكل الشحن ده ما هتقولي النهار انا في ستراس عصبي في الشغل ممكن مدير يقولي كلمة توبخني ممكن اغلط في الشغل فبقى راجع زعلانة وعملة مجهود جبار من الصبح الولاد استفزوني ده مش عايزي زاكر ده مش عايز اتاكل الاكل البيت زي الزفت مكركب فكل ده بقى انا بتعصب طول اليوم تخيلين المدار اليوم فجوزي بقى راجع فانا لازم بقى بقى ست جميلة وست لذيذة ودلوعة وما اكلموش في اي حاجة تنكد عليه واكلوا واقعد اتكلم كمان معاه وطبطب عليه وفضي مشاكله اللي هو راجع بيها فايه كم المثاليات اللي طول الوقت اللي احنا عايشين فيه هنا شخصية وهنا شخصية وهنا شخصية ومع اهلي بقى كمان امي تكلمني مثلا ولا بابا انا راجع ولا اختي ففي عندها مشكلة مامتي زعلانة ان انا هي عينة فانا لازم انزل كمان اروح لها ففي اهل في صحاب ما بشوفهمش في دوامة 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 من اول ما بتصحي منهم غير ما بتنامي وانتي عايزة تبقي مثالية ده حاجة حلوة يعني ده شعور كويس انا عايزة اقدي في كل حاجة في حياتي ابقى نجحة انا دلوقتي بوجه كلامي لكل ست بتعمل اللي بقوله ده وعايزة اسألها سؤال واحد انتي بقى فين من كل ده انتي كست فين فين وقتك لنفسك فين وقتك لأهلك فين وقتك لصحابك يعني التفاني الزيادة جدا عن اللزوم ده تفتكري بعد كل الهلاك ده طول اليوم هتتقدري وهل هتوصلي للمثالية والكمال انتو عارفين ان ان الست بعد ما بتعمل كل ده ممكن يجي الجزء يلاقي تقول مثلا انا تعبانة طول اليوم وعملت هو انتي بتعملي ايه يعني ما هو ده وجبك بتعملي ايه زيادة عن اي ست بتعمله كلمة زي الدبشة راح ضربها في وشها تحس بالاحباط الرهيب ده بيجي لهبوت يعني في اللحظة دي انا بحس بيجي لهبوت بيجي لهبوت في الدورة الدموية لان هو مش شايف كامل مجهود اللي هي عاملة طول اليوم طب ده جوز ولادها بقى تيجي تقول لهم طب انا جيت وجري من الشغلة عشان ااكلكوا واذاكر لكم يا يعني مش فهم المفهود نعمل ايه يعني فتلاقي حتى الولاد مش مقدرين كامل مجهود ده اعتقد الحالة الوحيدة اللي بتحس فيها بالتأدير بجد في الشغل يعني كل ما تدي شغلك كل ما بتلاقي تأدير في شغلك بتلاقي ان انت بتعلي اكتر في المنصب من صغير لمدير لمدير فلوسك بتكتر بتقدر تجيب اللي انت عايزاه لكن الست دايما التأدير اللي بيعجبها واللي بيرضيها واللي بيرضي نفسيتها تأدير اهلها تأدير جوزها تأدير ولادها يعني المحيط الصغير اللي هي بتضحى عشانه اللي هي بتحبه فنقدر نقول ان المثالية دي طول الوقت طول ما انت دينامو دينامو طاقتك كلها رايح على كل الناس اللي حواليك الا انت كل مجهودك رايح على كل الناس الا انت وفي الآخر بتلاقيكي تعبتي بتلاقيكي وصلتي لمرحلة اكتئاب بتلاقيكي يعني انا ستة وعارفة بتلاقيكي ستة فجأة سكتت فجأة بقى عندها صمت صمت اللي هو صمت الحصرة اللي هو ازاي ليه محدش حاسس بيا ليه محدش مقدر اللي انا بعمله عشانهم ليه وليه وليه وتفضل اسئلة تدور في دمخها طول الوقت هو ده انا عاملة ده انا مقطع من نفسي حتة عشان اعمل واسوي ده انا حتى مرتبي 3-4 رايح ان انا ادي رغبات ولادي وعمل وعمل ده انا بنزل اجيب لهم اللبس واستخسر في نفسي طاقم اجيبه على العيد ده انا بعمل ده انا بعمل ده انا بعمل ده انا جوزي بيبقى راجع بيبقى فيها اللي فيها وعيانة ومش ادرى اقف على رجلي واقوم ااكله وسخله واكلم معاه احنا كستات مصريات بنيجي على نفسنا قوي لان يمكن دي وراسة من اهلينا يعني بس كان الزمن غير الزمن امي كانت قاعدة في البيت متستتها بتشتغلش مش حاسة بدغوط الراجل كان هو اللي عليه المسئولية الاكبر ان هو يسعد بيته وولاده لكن دلوقتي بقت مسئولية مشتركة ويمكن اكتر كمان على الست النهار ده بقى في حلقتنا هنقوللي كل ست ما تجيش على نفسك اعملي على قد ما تقداري ما تعملي على قد ميكانياتك الجسدية مش لازم تبقي سوبرماني يعني يعني مش لازم تبقي سوبر يعني يعني انتي عارفة انا كنت من الستات دي بس لما ابتديت اشوف تعبت بدري تحسل واحد كبر عن سنه بدري شالي الهم بدري بدري بقت أمراض جديدة حتى بقت على طول ضغط وأمراض مناعية أنت عارفين المناعة بتضعف من كتر الاسترس العصبي أيها بتلاقي مناعتك وقعت من أقل دور برد ممكن توعدي في السرير بالعشر تيام من أقل كلمة ممكن تنهاري وتعياتي لأن ليه أنت على طول عارفين زي الكهرابة العريانة على طول لو أي حد جي لها مسا كده تكهرم فالنهار ده هيكون معنا في الستوديو الدكتور أمجة جبر استشاري الطب النفسي واللي هنتكلم معاه عن المثالية هل مطلوب مني أبقى ستة مثالية طول الوقت ولا إيه يعني أنا صح ولا غلط لأن أنا عارفة أن السؤال ده بيدور في دماغك طول الوقت أنا ستة دلوقتي مولعة صوابع العشرة كلها شمع لكل الناس اللي حوالي هل ده صح ولا غلط تبقى أبقى مثالية تبقى المشكلة لما أبقى مثالية بس إزاي بطريقة ترديني وتردين الناس اللي حوالي وقولوك كمان أكتر بطريقة لو أنا حتى شفت عدم التأدير ما تضيقش لأن عدم التأدير ده الواحده قاتل يقتل أي ستة عملة مجهود وبالضحي وعملة كل حاجة فاجأت لأن الموضوع عادي يعني عادي يلا خليكم معنا هنطلع فاصل ونستقبل دفنا معنا في الستوديو أهلا بيكم مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم تاني ولسه مكملين حلقتنا وصيبوني بقى أرحب بضيفي الموجود معنا في الستوديو الدكتور أمجد جبر استشاري الطب النفسي اللي زيك يا دكتور أمجد أهلا بيك أزيك وسلم الحمد لله في نعم والله يا حدايك قلتلي طب وبعدين بقى في التقديم اللي أنت قلتيها لي يعني أنت قلت كل حاجة أيوه معنا قلت كل حاجة من قلبي لأن أنا الستة عاملة وعارفة الستة بتمر بإيه اللي بيكون مضغوطة من كل النواحي طول الوقت الستة عايزة تبقى جزها بيقول عليها أحلى كلام أهل جزها تقولوا دي يا دي أنا مراتبني ما حصلتش فبتعمالها تدي تدي في مجود ولادها أهلها لكن حتة حلم المثالية ده هل هو حلم ناجح ولا حلم بتقلب لكابوس بعد جدا طيب خلينا في البداية نكلم زي ما حضرتك قلت كده هو الستة ليه مشغولة طول الوقت بحتة الكمال وبحتة النتم هذه حتة في طبيعة الستة إنها بتحب الظهور وبتحب الالتفاف أو الانتباه لها دايما إنها تكون في كامل أدوارها بشكل كويس لكن هي فكرة البحث عن المثالية أو الكمال هو في حد زياته رغم إنه هو اسم جزابه كويس إلا هو في العلم النفس عندنا له مساء ولو أضرار كتير جدا على الحال النفسية أيوة إحنا عايزين بقى علم النفس بيقول يعني علم النفس ولا الواقع آه يعني طيب دلوقتي أنا مثلا مثالية طول الوقت خلاص وعمل اللي علي وزيادة حب 2-3-4 بس أنا كست على طول حاسة أن أنا مأسرة هو ده ساعد بيبقى أحساس داخلي عند الشخص يعني عند الست زي ما حضرتك بتقولي ولا اللي حوالي هم اللي بيصدروا لي الشعور ده آه تمام لو أنا من جواي حاسس بعدم الكفاءة أو بالنقصة أو إن أنا دايما عندي انشغال بصورة الوصول للكمال أو اللحاح الشديد إن كل شيء تبقى خالية من العيوب أو الأخطاء أو إن أنا طول الوقت أكون بيرفكت يعني طول الوقت عمل حاجة على الوجه الكامل بتاعها مشكلة جواية يعني كده مش في اللي حوالي آية مشكلة عند إحنا أو بالضبط كده عشان كده أنا بقلت حضرك في المقدمة أنت قلت كل حاجة طب زي لأنه هو حضرك زي ما بتقولي كده بالضبط ممكن يكون ده جوة الست كلها وبعدين هي بتكتشف في الآخر تقولك إيه ده جوز مش مقدرني أهلي جوز مش شايفينني الولاد حتى مستمعين مش شايفين اللي أنا بعمله أو بقدره إنه كل واحد باصص من زويته باصص من الجزء اللي يخصه أما من اللي مسؤول عن الليلة كلها ومن اللي بيدير البيت هي الست يعني لو جيت في الحياة تبصي أو للوقع بتاعنا زي ما حضرك زكرت في المقدمة إن الست هي متعددة الأدوار حالية تمام ليه لأن خروجها اللي عمل زي ما حضرك زكرت في الحياة الحديثة خلّى الدور اختلف والواجبات بقيت كتير يعني عليها تعدد مسئولية كتير جدا لسه إحنا بقى الزمان اتغير واللوقات اتغير بس ثقافة الرجالة ودمغتهم لسه متغيرتش حلوة فإحنا نوقفين في الحتة بتاعت إيه أنت في الأول خروجت لسؤل العمل بس أنا مرجع الراجل عاوز ألاقي مراتي في البيت عاوز ألاقي الست اللي معايا اللي بتراعين الست اللي هي مولادة اللي قايمة معهم بالدور الواجب اللي بتذكر لهم وبتعمل لهم أي حاجة هو فيه ناس بتقدر ده وبتقى فهمة إن التقصير مقبول أو أحيانا يكون عادي بالنسبة لتعدد الأدوار اللي واع على المرأة حاليا وفيه ناس اللي تشوف فإنت قررت بقى أنك هتنزلي للشغل وتتعاملي فأنا مليش دعوة أتعاملي مع الموقف في القصة كلها طيب الموضوع حلو فين حلو في الحوار إن احنا نقدر ونتفق ونتكلم ونشوف إزاي هندربتنا وأسرة يعني هو الموضوع في الأول خالص طالما أنا جوا أسرة أنا بيتعامل مع شخص هو مش ملك نفسه بس ده هو عنده أدوار تانية مرتبطة بأشخاص تانية طيب هو في حياته بيوزع وقته وبيدر مسئولياته على حسب كده ولا هو أصبح ينترد بالزبط إحنا عندنا ثقافة الرجالة إن أنا بشتغل برا البيت ما بشتغلش جوه البيت فبالتالي هو عنده مشكلة رجعت وفت مشتغل رجعت البيت بقى الولاد الحياة المسئولية التانية دي بتاعت مين بتاعت الست بتاعت الست فإحنا عاوزين تغيير في الثقافة في المفهوم ده لأنه دور تغير بس يا دكتور رجالة في بعض الرجالة عشان لا للتعميم أو طبعا في بعض الرجالة خوبسة قوي يعني ناصح قوي شغل دماغه على مراته والله أنا بكيبالك في الآخر شغل دماغه طول الوقت يجي مثلا إيه البيت محتاج حاجات كتير وهو مرتبه على قده ومصاريف شايف هو بعينه إنه مرتبه ده ربع يعني ما يجيش ربع اللي بتصرف فتيجي الستة تقوله إيه خلاص يا حبيب أنا هنزل الشغل عشان أساعدك عشان أقدر يعني أشيل معاك الشيلة فهو ييجي ويجي ويجي براحتك اللي أنت عايزاه يتقوله طيب هي بقى بتضحي بقى هو عشان تنزل تشتغل تسعي الجزء فتنزل تشتغل وتجيب فلوس وفلوسها دي كلها رايحة برضو على البيت وعلى طلبات البيت عشان ما تجرحوش وعشان تساعدو فييجي مثلا هو يقولها إيه يعمل طبعا مشواخ باله خالص يعني إن هي تعبنة طول النهار وإن ممكن كمان ما يبقاش معها عربية تنزل في المواصلات وبتشوف سخافة المواصلات والزحمة واللي حدا يكفهم ده كله فترجع البيت بقى إيه بسرعة متعصبة وبتعمل فييجي والله إيه ما تقوله إيه ما أنا طول النهار بشتغل زيك وهو شايف إن هي طالع عينيها لو حد قالك تنزلت تشتغلي ما أنت اللي نزلت تشتغلي بمزاجك يا راجل يعني ده أنت مشغل دماغك حالية طول الوقت وكلمة دايماً الست بتتقهر لو سمحك كلمة هو حد قالك تنزلت تشتغلي آه ما وما حدش قالي أنت ما غصبتنيش بس أنا شايفة إن بيتي محتاج إن أنا لازم أنزل أشتغل بالضبط وهي كمان بتبقى محتاجة الكلمة الكويسة يعني ما يجيش بعد الدور ده كله هو يشوف الموضوع يهمشه أو يبسطه أو في الآخر يرمي باللوم والعتاب عليها يعني فهو كلام حضرك مظبوط لأنه ده جزء مهم يمحتاج إن الراجل طول الوقت يبقى ياخد باله من الكلام خاصة لما تبقى الشخصية مرتبطة باللي احنا بنتكلم فيه النهاردة إن الشخص ده مثالي أو طول الوقت عايز يشوف نفسه يعني عنده مثالية أو هو دايماً بيعمل كل حاجة صحة فقدر يقوم بقى لأدواره لو جهو يعني خبطها الكلمة دي أو سماعها الكلمة دي هو وقعها ودي ممكن حاجة بيلاحظها حتى في سيكولوجيات الست دايماً إن هي دايماً اللي بيديها الطاقة تقولك أن لو جوزي بيقول لك كلمة كويسة أو لو حد قال لك كلمة كويسة طاقة بتتجدد وكل حاجة بيبقى عندي خلاص وبنسى الوجع وبنسى التعب وكل حاجة لأنه بيقولوا إن الست حتى بتحب بودنها بودنها يعني بتسمع كلام حلو بتحب إحنا كستات بنحب نسمع كلام حلو بالضبط كده فهي الفكرة بتبقى في القصة دي في الحطة إن إحنا نتفهم بعض طيب الست بقى لما جوزي يرد عليها الرد ده لما جوزي يرد عليها الرد السخيف ده كدكتور نفسي بيادوية إحنا عاديين في جالسة كده المفروضة رد عليها أقوله إيه طيب إحنا في الموقف اللي هو يرد عليها بسخيفة عشان في ستاتة تطلقت كتير بسبب الكلمة بالضبط كده فلازم أعرف أن الراجل ده لازم أفوت له يعني الراجل ما قفش بجد بيكلم حضره بجد والله الراجل فعلا حتى هم في المسل يقوله الراجل زي العيل الصغير بمعنى إيه إن هو أحيانا يبقى اندفاعي تمام فبتطلع الكلمة منه هو مش واخد باله تأسرها النفسي ليه الراجل ما بيهتمش بالتفاصيل زي ست يعني أنا بقول لحضراتك هو وقف في اللقطة بتاعت المطبخ هو ناسي بقى النصيحة الصبح بادري نزلت الولاد والبسيطور ده بخدت ورنزلت شغلها وجات وقفة بتعمل أكله ولسه بالليل عندها مذاكرة وعندها وجباء هو مش في اللقطة دي خالص فأنا بقول لك يعني الراجل ده سقطي من الحسابات كده يعني إيه تعامل معك إنه هو مش بياخد باله من التفاصيل زي ما ست فهم السبت طول الوقت عندها تفكير متعدد وقدرها تركز في أكتر من حاجة هو بيفكر في حاجة واحدة بس فانو أنا خدت اللقطة دي وخرجت بيها لأ هي لما قررت تنزل الشغل تعمل حاجات دي هي نزلت الشغل علشان الأسرة علشان الدور اللي هي قيمة بي وشايف إنه واجبها بيحتم ده لكن الكلمة اللي هو قالها دي ممكن يخليها فعلاً تتراجع عن موقفها وفي الآخر تقوله شو لي الليل أنت ونوصل بقى لحطة إيه جدال وخصار إيه جاي مثلاً يحكي لأهله بقى ولا الناس وصحابه مطلعها نيكادية طبعاً ده أساسي ولهم يعني أنا مفروض راجع من شغل تعبان وأرفان وعندي مشاكل في الشغل ومفروض إن هي هتقدر المشاكل اللي عندي في الشغل كما هي كمان بتشتغل وعندها مشاكل في الشغل هو عاد مع أصحابه وبيحكي مع أصحابه بسببها في البيت وسببها برضو في البيتة بيكمل بيت الشغل يعني هو قاعد بينفس مع أصحابه ولا مع مامته ولا باباو يلوم يعني هي مش معدرة هي مش فاهماني فييجوا كمان يلوموا عليها شوفوا بقى وتتشاف ومسط الأهل بشكل مش كويس بالزبط ويبقى شايفين أنهم أصر مع ابنهم وابتدي عملتهم معها تتغير فده جزء مهم عشانك احنا بنأكد دايما في العلاقة الزوجية أو في الحياة الزوجية خلي العلاقة مقفولة على جوة البيت لانت تروح تحكي لأي حد هو بيسمع منك على الحسن ولو الأهل مثلا أهل الزوج أو أهل الزوجة هم دايما هيتعطفوا مع ابنهم أو بنتهم وبالتالي معاملتهم هتتغير يعني هتتغير إلا في نسبة قليلة جدا بتبقى ناس نطجة وفاهمين إن ده خلافات حياتية أو أحداث بتحصل كلها البيوت كلها وحاجات وردة كل يوم فبيقدروا يضغطوا شوية طب هي التركة النفسية دي يا دكتور يعني هو بيبقى عارف إن هو غلط وعارف إن هو بيقلب التربيز عليها هل دي طريقة في علم النفس إن أنا كل ما حسسها إن هي مش واو يعني مش بتعمل الواو فهي تدي بزيادة لأنه برضو قلت لك الرجالة بتشغل دماغها على الستات فهل هو في بعض الرجالة يقولك ما أنا لو قلت لها كلمة هتتنفخ بقى ومش هتعمل هي بتعمله أنا أرجع برضو للثقافة أو للتنشأة هو شايف الست إزاي وبتعامل معها إزاي واحترامه أدئي للمرأة في حياته فهو جزء هنا مرتبط بالتنشأة بتاعة الشخص وبعد دي برضو إحنا عندنا جزء في المجتمع بتاعنا إن إحنا مجتمع ذكوري فبيدعم دايما الراجل لكن هي من قطة الحارب بتكلم فيها فكرة إنه وقعت في وسط صحابه وبسكي من مراته وده بيحكي برضو عن مراته بشكل سلبي وده كل ده وده كلها يعني طبعا الناس عادة ما بتقولش الحاجة الكويسة الناس دايما عادة بتصدر البعضات السلبية الحفوم للحسد عامل إيه تعبين معاك فلوس بس السلف ألفين جنيه لا ده أنا ده فلوسي كلها ضاعت والعبات خبطت وكسارت لازم بنصدر طول وقت الحاجات الوحش السلبي وتبادل بقى الخبرات السلبي دي ممكن يأثر بعمل عكس يعني هو ممكن يسمع خبرة صاحبه أو زميله ومعاك في الشغل في أي حاجة حصل مع مراتك فهو مروح الأمن مراته أو أمن كذا فبيمثل ضغط لا الحياة الزوجية هي متفردة بمعنى إيه أن كل قبل لهم الحدوتة بتاعتهم ولهم سماتهم الشخصية بتاعتهم ولهم ظروفهم الحياتية اللي بيمروا بها على حسب أي مرحلة هم بيعدوا فيها فدي نقطة مهم حتة بقى أن الزوجة تستشعر أن زوجها بيتلعب بيها لا ده أداء عيب في الشخصية أو في نامة الشخصية بتاعتهم أفضل حاجة دايماً بنتكلم فيها إن احنا تعالى نقعد مع بعض نقعد جلسة حوارية كل أسبوع أو كل وقت نقعد نقعد يشوف كل واحد فينا شايف إيه اللي حصل وإيه اللي هو وصل ليه في حياته مع التاني تمام طب إحنا اتفقى أن إحنا عندنا قصور في نقطة كذا طب إحنا نغطيها إزاي إزاي هندر الحاجة طب إحنا طول الوقت يشغالين والشغل ياخد وقتنا طب إحنا كزوجين ما دي مثالية برضو يا دكتور يا دي من المثاليات اللي مش موجودة لأن الراجل يقعد يتكلم على الجواب صراحة ما ده جزء لازم برضو يتغير في الجواب الشخص أنا بكلم حضراتك بكل ودو لأن إحنا اللي إحنا بنشوفه أنا لما بطلب الراجل يجي لعلاج الزواجي هو في الغالب بيرفض بيعمله إيه بسعي فيه الجلسة بتيجي للسلسة بيجي جلسة أو تاني جلسة خلاص أنا عندي شغل أنا عندي صفر بيهلق إحنا كويسين أنت نكبر الموضوع الليه الموضوع بسيط لا أنت اللي عندك أزمة فروح أنت للدكتور النفسي أنا مش هجل حتى دي بيهرب منها حتى دي بيهرب منها وحتى دي بيرمي مسؤوليتها برضو على الست ما تروح أنت وتشوف أنت الدكتور النفسي أنا ما يجدع بالضبط فعندنا الجزئية في الحتة دي إن إحنا محتاجين منه ينزل التربية من رب ولادنا السوبيان الولاد إن هم يتكلموا عبرها عن مشاعرهم وإن هم يشاركوا الآخرين مشاعرهم لهو بيطلع الزوج ده طالع تربية أم وهي الأم عودته على إن أختك تخدمك على إن في كذا في كذا فهو عنده صورة متكونة جوعة عن التعامل لو الصورة دي تغيرت من البداية وإن هو يبتدي يحترم الآخر اللي قدامه هيبتدي يتواصل معه بشكل كويس الثاني حاجة هو نمط العلاقة ما بين الزجين دول وصل لأي مرحلة بالضبط يعني إحنا بنشتغل أنا بقيت فاهم اللي قدامي هو تركيبته عاملة إزاي يعني زي ما حضرتك قلت كده الكلمة مثلا أنت بتعملي إيه أو أنت وراك إيه أنا عملت إيه النهاردة هو لو واحدة مش مثالية ومشتغلة بالها عادي كلمة عادة هو يتكلم في اللقطة دي عادي خالص لكن لما يكون الشخص بقى مثالي أو حساس أو بيقلب من الكلمة الكلمة بتفرق معاه لازم يكون فاهم فإحنا هنا بنقول لازم كل واحد فينا يتفهم طبيعة الشخص اللي قدامه شكله عامل إيه طبعا أنا دلوقتي لو أنا عندي بنت وعلى وش جواز أو أنا لسه أو دلوقتي بتشوفنا ست لسه متجوز يعني لسه سنقولها جواز ننصحها بإيه كده نديها تبس إن هي ما تبقاش مثالية قوي وفي نفس الوقت تبقى زوجة كويسة يعني تعمل إيه وما تعملش إيه يعني إيه الحاجات الصحة اللي تعملها وإيه الحاجات إيه وعي تعملي كذا طيب إحنا نتفق مع الاتنين من الأول خالص هما يعني حياتك الزوجية أنت اتفقتها هدورها إزاي ما اتفقناش ما اتفقناش هي يا بتمشي كده بالبركة بتمشي كده فيش حد بيتفق أصلا على الحاجة أحبتك أحبتك يلا نتجوز مفيش بالبركة يلا نتتق بعد كده ونشوف بالظبط هي الفكرة كلها إن إحنا كل واحد فينا بيشوف هو كان هدفه إيه من الجواز أو هو توقعاته إيه من الزوجة اللي موجودة معاه ولازم هنا بنستخدم الزكاء العاطفي يعني أنت تفهمي الشخص ده إن طبعاته أو كان متوقع إيه من الجواز بدأ ياخد باله من الحاجات دي كلها تبقى في حاجات بالنسبة لي وفي حاجات مرفوضة بالنسبة لي مش هعرف أعمله الحاجات دي احنا بننور عليه يعني فيه أنت محتاج كذا أو أنت شايف أنه فيه كذا اديني وقت حل المشكلة دي أو المشكلة دي مش هعرف أتعامل معها فبلاش يبقى فيها نقطة تانية حاجة نقطة تانية يعني قصة إيه لما يبقى عندك حاجة مدايقة منه أو أي حاجة لازم نختار التوقيت الصحة اللي نتكلم فيه في المشاكل بمعنى أنا عندي حاجات ما جيش بقى في لحظة في موقف أهم جمع كل اللي فات وارجع أجيبه وقول دي حصل كذا وكذا وكذا طيب أعمل حساب إن الشخص اللي قدامي ده زي ما حضرتك قلت كده احنا دخلنا فأصلا كل اللي حصل في الخطوب وفي التعارف كان على حاجات إحنا كل واحد فينا بيقدم للتاني أحلم فيه أحلم فيه أو توقعات وإنت نفسك في كذا فأنا هعمل كذا فإذا ما حضرتك قلت من شوية كل واحد فينا لابس قناع أو بيمثل للتاني على الحاجات اللي أعمل ما يجي بقى في الحياة الزوجية بيلاقي الدنيا غير كده أعمل حساب إنه إحنا هنمر بمرحلة فيها اختلافات المرحلة دي لازم نبقى فاهمين إنها تاخد وقتها بس كل ما أخلصها بدري وحط رولز وقواعد للحياة الزوجية بدري هتستقر لكن إحنا لما بنمش كده بشكل عشوائي بتيبقى الدنيا مفيش يعني أنا دكتور شفت أم تدي تابسل بنتها كان فيديو حلو قوي عجبني قوي بتقول لها أول حاجة بتعمليش حاجة لوحدك شوف بقى يعني ما هي ما إحنا بنكلم على المثالية ما هي الأم دي عاشت تجربة المثالية وفي الآخر تعبت ومرضت يعني فأول حاجة يتلها لما تتجوزي لو راحها للدكتور طب إفريدي هو بيشتغل ومشغل لا تعودي لغاية ما يفضأ وياخدك معاه ويديك للدكتور لازم يشاركك لحظات أن أنت قاعد وممتظر معاك بالساعتين ثلاثة زي ما أنت قاعدة والدكتور ويشيل همك طيب هي معاها فلوس لا ما تضحيش أن أنت تجيب الحاجة الأول سيبيه هو يعيش رجلته وأنه هو اللي يصرف وأنه هو اللي يشيل البيت في مقابل أن فيه بنات بتبقى بالعكس عادي أنا عايز أجيب حاجة لبيتي وعايز ألبس وعايز أنزل مقابلش لا حتى لو الكوافر لازم تأخذي فلوس الحاجة دي منه هو حتى لو في جيبك فلوس لا ما تصرفيش فالبنت اللي هو طب أبقى بخيلة ولا أصرف طب يعني إيه كل حاجة طب أنا أتكسف أطلب منه تعرف أن فيه بنات لغاية دلوقتي لما تتجاوز تتكسف تطلب المصروف وفيه رجالة بقى بتعيش على الموضوع ده بقى خلاص لا هو لازم زي ما حضرتك قلت كذا ده بيت ومؤسسة بتتفتح جديدة فلازم يبقى لها قواعد الاتنين بس أنا عادة بنصح أن محدش يطبق نصيحه على حد تاني يعني أنا ما بحبش أن حد يقول لي اعمل واحد اتنين ثلاثة لما يقول لي لأننا بنأكد على فكرة أن الزواج طول الوقت هو خبرة منفردة ليه ممكن الحاجات اللي أنا بعملها في البداية بس هالفكرة كلها إيه ما بقاش بعمل بسزاجة يعني لازم في الأول خالص إلا أنا مقدرتش أفهمه في الخطوبة كويس وقدامنا فترة لازم ناخد فترة كويسة نقدر نتعرف على بعض ونحط رولز الموضوع أفهم طبيعة الشخص كده هل هي ظروفه الحياتية أو الاقتصادية أو المادية هي اللي فرض عليه أنه يبقى عنده كسور في بعض الحاجات أنه يبقى عنده كسور مثلا في الوقت أنه يبقى موجود معايا مثلا حضرك يقول لي لا لازم يجي معاك للدكتور طب فرضا أنه يتعرض مع طبيعة شغله وهيتصل بك بالتليفون أو هيتابعك أو هيسأل عليك أو في حد متوفر تاني يجي معاك فرضا أن الموضوع مش إرجنت مش حاجة ضرورية تتطلب وجوده وممكن أي حد بديل يبقى موجود معاه يعني يكون فيه قدر من المرونة يسمح أن الحياة تمشي بشكل بسيط من غير ما نحط صدمات ليه؟ لأنه يبتدع حط واحد اتنين ثلاثة لكن احنا ممكن في السكة ممكن الزوج والزوج يبتدوا يتعودوا على حاجات هما الاتنين يبقى فيها شيرينج زي ما حضرتك بتقولي كده لأنه مهم جدا أنه نشارك بعض يعني الزوج إحنا ساعات في العلاج الزواجي كنا ننصحهم بكده أنت شايفها ما بتعملش حاجة أنت بتعالي نعكس الأدوار أنت هتاخد الدور بتاعها يوم كامل وتمام وهي هتاخد الدور بتاعك يوم كامل كل واحد فيك يعمل اللي الثاني بيعمله أقطع الدرعي إن ما فيه ولا راجل وافق على اللي أنت بتقوليه طيب هنقول لها الحاجة تانية يمشي وراها بنوتا ويكتب اللي بيحصل هيخاف يعني من أول يوم من حد آخر يوم هيقول لك مليش دعوة على طول يقول لك مليش دعوة هو عارف المسؤولين اللي هي عاملها بلزاب طيب خلينا دكتور نطلع فاصل نشوف تقرير صورته وكاميرا يحكى أنا مع الناس في الشارع ونرجع مرة شكرا أنا عملي ما شفت نفسي مثالية دايماً حاس أن أنا مؤثرة لأنني دايماً بلاي ناس أحسن مني أمهات يعني فبقى عايزة أعمل زي أكتر منهم مفيش حد مثالية عمالتا نتحكش عن نفسنا بالكلمة زي المثالية حاجة وأن الأم تبقى نرجسية حاجة تاني يعني لو الأم نرجسية ساعتها تسرق ساعتة ولادها لكن الأم المثالية لا ما كل أمهاتنا أصلا وخصوصاً الستات المصريات يعني كلهم مثاليات أنا مش مثالية لأنني أنا بدي مش منتظرة مقابل بس كده أنا شايفة طبعاً نفسي طبعاً مش هشكر في نفسي يعني بس أنا بحب أعمل كل حاجة وطبعاً أي حاجة يعني مثالية أو الإنسان فينا ما بيضاش يوصل للمثالية المثالية دي طبعاً حاجة مصطح أما على أل هنوصل يبقى وسطي أبقى حاجة كويسة يعني أعمل كل حاجة بما يردن لأ لما أولادي بصراح أنا أكتر وقتي أصلاً مع أولادي مع أولادي سعادة أنا مع أولادي بس تسمر في يوم أكتر أيوا أكيد موهانا لو معرفتش حب نفسي ودي نفسي وقتها مش عارف حب الآخرين أو مش عارف حب أولادي وديهم وقتهم سعادة الأم في وجود أولادها جنبها وأحفادهم يعني بتسرق سعادة وبعدين الأم على حسب ما تزرع وتربي لأن هي بتجني وبتلاقي حصيرة حصيرة اللي هي زرعيته في أولادها والله هم اللي اتنين ماشيين مع بعض يعني ما تدسش يعني طبعاً الأبناء أهم من البيت الأبناء هم الأهم نازم تبقى عاملالهم عقاب نفسي مش جسدي العقاب النفسي بيتعب أكتر أو بيخليهم يحسوا إن ده حاجة صعبة مش سهلة العقاب النفسي أكتب من الجسدي أعقبوا إن أنا ما جبلوش حاجة حلوة وإن أنا ما كلموش كل ما يجي واجيلي كلام ما بروضش عليك لأ الضرب والزعيق عمتاً ساعد بيكون ضرورين في أوقات معينة بس مش على طول على طول بيقلب بالسلب على طول مش حاجة جابية خالص الضرب والزعيق مش أداة العقاب كل أم بقى وعلى حسن ما بتربي ابنها تشوف إيه أداة العقاب اللي هي تحرمه من حاجة تمنع عنه حاجة هو مثلاً بيحبها فاية نظرة العين ليه؟ إن أنا دايماً زرعته جواه إنه هو يحبني ويخاف مني معزة وحب ليه؟ لأني أصلاً مش بالعنف لا بالترغيب وفي ناس رأيته هو عارب أنا بقى ما عملش الغلط عشقات المامة إيزا عارب لأ بص الدرد وزعي دوت دي حاجة مش طبعية يعني هو استحل لنا نقشه استحل لنا خليه هو يعترف بالغلط لو اعترف هيعرف يصلى عهو موسيقى ورجعنا لحضراتكم مرة تانية وليس معنا في الستوديو الدكتور أمجة جابر استشارة طب النفسي واللي عايزين نوصل معاه وهلازم أوصل إن الست طوله بوقت إيجابية ومثالية وعملة مجهود جبار في حياتها نفسنا نوصل يا ستات ويا رجالة إن احنا نوصل للتقدير الله كتر خيرك الله تسلم إيديكي أنا عارف إن أنت بتتعابي والله ده إذا لو مكانك ما قدرش أعمل إنت بتعمليه ده تعرف لو سمعنا جملة من الثلاث جمل دول للستة عارف اللي هو تطير بالليل على الحيط هتعمل كل حاجة يعني والله يعني لنمو بالزيادة يعني في بقى بعض الرجالة الخبيثة رجالة دلاتي بقيت شغل دمخه أكتر من الستات للأسف يقول لك إيه فيه مثل كده زمان كان بيتقال لو الست اللي هي خن في البيت هده فاللي هو ليه ويفضل بقى إيه مثلسل مراته فطول الوقت بقى محتجاله والقرش بالقرش وما يزودش وما يعرضش يعني عايزين نحكي الناس يعني إيه لو الست اللي هي خن في البيت هده يعني فيه ناس أحيانا بتبقى شايفة إن الست مفروض ما يبقاش في إيدها أي سلطات أو مميزات سواء مادية أو أي حياة تقدر هي تمتلكها معمل لها شيئا بإسمها تنفاصل عن البيت يعني تستقل عن الراجل أو حاجة فطول ما هي حاسة إنها محتاجة للراجل ومحتاجة للبيت بتبقى قادر يسيطر عليها تمام يعني مكلباش مكلباش دي ممكن تسيبني وتمشي تتجاوز واحد غيري ليه دايماً الراجل عندي الثقة بنفسه إن هو إيه المشكلة لما أكرمها وأعزها وأجب لها وديها وهو ده الصح يعني حتى شرعاً وهو ده الشرع يوصب كده وهو زي ما حضرتك وذكرتي ست لو الكلمة منها مش إن أنا بس أخليها أتمتلك حاجات أو أعززها بأشياء أو إن على الأقل لا خليها شريكة حياة زي ما نبقى أمتلك هي بتمتلك أو إن هي يبقى لها قدرات أو حدث زي كده لكن هو التركيز كله على المخاوف هو عارف إن فيه أوجه خسور فطول الوقت علشان الشخص اللي معايا ده ما يزهقش أنا بخليه في وضع إنه هو تحت ضغط أو تحت استرس طبعاً يعني ده ما بيوصلش الحياة الزوجية النجاح بالعكس هو بيستهلك وهي تستهلك والإتنين بيوصلوا لحياة الطلاق العاطفي أو الخرسام أو الإتنين بقوا عدين سكتين وفيش أي بينهم حوار خالص أيها بتحس إنه معاة فلوس وبخيل ومستخسر فيها بقى خلاص هي بتبقى شايفة وقرية الوضع بالزرعة طب ما أنت معاك يا أخي ليه ما مناش فرقنا في البيت ولو قالت له عايزيني غير أنتري ولا حاجة على العيد لا لا بعدين طب بس معيش دلوقتي هو الراجل يتعلم طول الوقت أصلاً أنا معيش دلوقتي أصلاً أنا معرفش ليه 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 دايماً بيديعي الفقر هو بيديعي الفقر عالشان هو مش بيشارك الزوجة وفاهم إيه المهم بالنسبة لها وإيه المش المهم يعني دايماً النقطة دي بنشوف إيه ست تيجد مثلاً تقول زي ما حضرك ذكرت برضه فأنا عايزة أجدد أنتري عاوز عامل أي حيو في البيت عايزة أجدد أي حاجة هو شايف أن ده مش مهم بالنسبة له خلاص ما فيه أنتري وحنا عدين عليه وبعدين يعني ما الدويف هتيج هتقعد الدويف ده حياتنا وإحنا اللي نمشيها هو عنده انشغال بأشياء مهمة بالنسبة له تختلف عن انشغال المرأة أو عن انشغال الزوجة الموضوع علشان يتحل زي ما قلت لحضركة هو برضه الحوار لازم الاتنين كل واحد يفهم ان الحاجة دي أهمية إيه بالنسبة لك مش بتقس أهمية الحاجة بالنسبة لك أنت أنا ما بتكلم عن حاجة مثلاً تغيير فرش تغيير أي حاجة أنت بتشوف الحاجة دي أهمية إيه بالنسبة لي مش أهمية إيه بالنسبة لك أنت هو ده يعني ده أنا شبت في فرح الحمى يعني حمى العروسة بيقول لابنه العريس تخيلوا بيقوله إيه أنا مكنتش مصدقة عايزة أقوم أجيبه من رقابته بيقوله قاوعة تقول لمرأتك بعد كده دخلك كام وقاوعة تفهمها أنت بتقبط كام من شغلك ولو معاك فلوس في البنك ما تفهمهاش وما تعرفش عنك أي تفاصيل ليه؟ ليه عمل حاجة مالك؟ بدأ يزرع المخارف في بوحي يعني أنت زرعت قنبلة نووية في دماغه من أول يوم جواز أيوة فده جزء مهم هو مش جاي من الشخصين جاي من الأطراف الخارجية ليه كده؟ وبدأ يحط مخاوف جواه في ليلة زي كده بالظبط مهمة بالنسبة له فبتدي ينشغل بحاجات طب هو ليه قال لي كده خاصة لو حد هو مهم بالنسبة له طبعا أبو ماذا ما بولك إيه أهم من كده أبو؟ يعني فحد مهم بالنسبة له طب هو وصل طب ليه طب ده صح طب ده غلط طب لو ما عملتش كده بقى أنا ما سمعتش كلام بقى بقى طب لو عملت كده هيبقى وتلاقي البنت قابليها شايفة كريم وشايفة بيجيب لها هدايا وبيفسحها وبيصرف ففجأة ليه جاب خطويتين تهي طورة اللي هو إيه ده أنت كنت بتمثل بقى علي ما هي بيجي لها بقى إيه؟ أي في نوع من اللغبات خلاص ما هو أصل هو العلاقة ما بقتش ما بين اتنين العلاقة بقت أكتر من طرفين فعشان كده هيبتدوا يتدخلوا عشان كده دايما ننصح الناس سيبوا الزوجين يحلوا مشاكلهم مع بعض بلاش حد يتدخل ياريت مشاكلهم سيبوهم يفكروا صح مع نفسهم يعني من قبل ما المشكلة تيجي هما بيزرعوا المشكلة أصلا يدير حياتهم هتقابلهم مشاكل وده اللي هيخلهم هما الاتنين إزاي يفكرهم وما فيش حياة بتبقى ماشية طول الوقت بشكل سليم أو بشكل حاجة يعني طبيعينا هتقابلنا مشاكل ولازم نحلها وده اللي هيبين بقى ده اللي هيبن الأوقات الشدة والأوقات التفاهم بين الزوجين واختلاف وجهة النظر ويخلق بينهم حتى حوار يعني ممكن ده يكون حتى حتى في حدث تفاهمة تتكلمهم مع بعض هيبتدوا الاتنين كل واحد احترامه للتاني يزيد تفاهمه للتاني يزيد يبقى فيه لغة حوار بينهم وبالتالي بعد شوية يتعودوا ان هم يعودوا مع بعض لكن ده فترة ان احنا تعودنا ان احنا الاتنين نعود ونتكلم حتى لو في المشاكل بيسمح للزوجين بعد شوية ان كل واحد فيهم يتفاهم رأيه الآخر فيه وتكوينه شكل ايه فطول الوقت احنا بنقولي الناس خلكوا برا سيبيهم يديرها حياتهم وعشان كده احنا هتتبسل اللي احنا بنتكلم عنها ان احنا ندي نصايح او رشادات عامة وده ما بينفعش في الزواج لانه متفرد فكل واحد بيعيش خبرته لكن خليك متأني بمعنى ايه استنى لحد ما تفهم الطرف اللي قدامك شكله ايه سواء كزوج او كزوجة وبعد كده ابتدي والله انا فهمت عنك كزا لان برضو فيهم ده ممكن يكون خاطئ ممكن يكون حد مثلا تاني انا شفت حاجة في الاسرة فبقى عندي مخاوف من ان مثلا البنت والله ده ممكن تتصرف تصرف زي ما ميتها فابتدأ يتكون عنده تعال بقى نتكلم ونشوف ده صح ولا غلط علشان نوصله وما بقاش في عندي مخاوف وبقاش طول الوقت انتخاف مني وهربان مني وبعيد عني مش بنتكلم مع بعض بشكلك وعليس طيب دكتور اخر حاجة قبل ما ننهي ازاي اعيش حياتي بصحة نفسية كويسة يعني ازاي برغم كل الضغوط الحياة اللي احنا عايشينها دي وانا بتكلم هنا عالستات اللي شايلة احمال اكتر من طقتها ايه ازاي اتنفس يعني ازاي يعيش هدية ومبسوطة ومش لازم السعادة الكاملة فيش سعادة كاملة بس على الال يعني لان انا طول الوقت ضميري واجعني انا عايزة بقى مسالية وانا حاسة ان انا لسه ما وصلتش المسالية فهل يعني نبعد عن المسالية عشان نعرف نعيش حياتنا ولا نعمل ايدي اخر النصيحة لا النصيحة الاهم هو طول الوقت ان هو ازاي بحضارك بتقولي كده انا عندي حد شيء الاعباء وادوره بيعمل فهو من حقه انه يستقطع وقت يدير بي حياته وتنفس علشان يقدر يستمر يعني اولي انا كستة دلوقتي خلاص نصيح انا ستة هو متجاوزة ومخلفة وستة عاملة انا هنصحك وقيت لك يا دكتور انا خلاص تعبت وبفكر ان انا هموت ومش عايزة اعمل كل حاجة اللي انا كنت بعملها دي ولا عايزة اشوف ولادي ولا جوزي وعايزة اتطلق وعايزة امشي اللي الحالات اللي بجلت كتير اكيد في العيادة بزرط يبقى احنا هردت بحياتنا قول لي بقاها هردت بحياتنا على حسب الاولويات اللي عندنا هنحط اهداف تكون واقعية قبلة للتطبيق والتحقيق هستعين بالاخرين معايا التقييم بتاعي او تقييم النفسي مش هيبقى من خلال الاخرين بس لاني فيه ناس كتير جد زيما حضرتك قلتي انا مستني كلمة عشان اكمل لا فانا برضو انا عندي جزء خاص بي انا بقايم به نفسي بتاع طول الوقت لازم اشرك الناس اللي معاي في المهام يعني ايه اوزع المهام فيه ناس بتبقى توزيع المهام تعالى حبيبي اطبخ معي شيلده رواء الصفر احنا عمالنا بزرط تعودنا ان احنا نشارك بعض لما عندنا وقت وقفين مع بعض بنتكلم فبنعمل حاجة عند اولاد بتاعتطرة بالاطفال احنا عندنا الانسان دايما يعني بيفضل طفل لحد ما يتجوز ويخلف يعني عشان امه معي شاطف فلازم مراته بقى اتقال من التفولة فلازم الامهات تتغير في الحتة دي ولازم قصة انه هو يعتمد انه هو يساعد ويشارك في البيت ويعمل كل حاجة ده جزء مطلوب النقطة التانية ان انا لازم أعرف انا امت هعمل ايه وهاعمل ايه مجيش انا خارج وانا وفينا على الباب وهي قاعدة ترتف في المطبخ فلازم برضو تبقى عارفة ازاي هتعمل المهام بتاعتها حسب الاولويات بتاعتها النقطة التانية لو لقيت ان انا بحترق بسبب الضغوط اللي علي لأ انا هطلب ان المهم دي تتوزع علينا كلنا كأسرة وما فيش او ان انا هجيب حد يقدر يساعدني في المهم ده طوله لزوفي ما تسمحش او الوضع في كذا لازم احنا الاتنين نقعد ونتكلم علشان نشوف الاخضاء دي او على الاقل لما تلاقينا مؤسرة ما تعتبنيش يعني يبقى فيه طريقة احنا بنتفق عليها احنا الاتنين ان احنا هنوصل ازاي ان الازل اللي جايلي من شخص او نتيجة قسور ما فيش لكن تقييما النفسي والادائي هو جزء خاص بي يعني ايه طول الوقت يعني ما افضلش مستنية الكلمة حلوة من الناس ما تفضليش مستنية من جوزك يقول الكلمة قال الحمد لله لا ما قالش مش مهم خالص لا في جزء مهم هنا ان لازم يعني الناس اللي حوالينا تبقى وعية باللي احنا بنعمله يعني الجزء الحضر يقول ليه هو مطلوب ما قالش النهاردة هقوم كده هيقول بكرة ما قالش لا تعال بقى انت يعني ايه الموضوع انت شايف اللي احنا فيه فلازم انا برضو اعفاهم فنرجع تلاقي ست صحية صبح بادري على السوشيال ميديا اول حاجة كباها الصبح اللي اهتمام ما بيتطلبش الاهتمام ما بيتطلبش من اللي بيرى الرسالة بقى افهم بقى افهم بقى يا باجب اللي اهتمام ما بيتطلبش وده تلاقي بقى ايه فنفتح البوست الصبح عادي يعني مفيش وهي ما نميتش عشان تكتب هنركز معه بالزبط كده هنركز معاه ونجيب الشخص ونجيب الزوج ونتكلم معاه واحد اتنين تلاتة عادة الكلام في نفس الموقف بيكون مرفوض ما خلاص بقى تبقى انا كده بالزبط كده فعادة احنا عشان كده بنقول الاتفاقات والتحاور او الكلام في وقت يكون احنا الاتنين مهيئين لي نفسيا هو اللي بيسيب اثر كويس ويبقى مقلوق يعني قادر الشخص يغيره لكن وقت ما بيكون الشخص تحت ضغط فعالي او في حالة نفسية معينة مهي متحاول تغطيني هو يتغير مش هتغير وقت المشكلة ليه لانا عايز وشغل عقله وعشان يقدر دورك ويشكرك ويقول الكلمة كويسة والحاجات دي كلها وهنا بيستخدم عقله ان ازاي يقدر الشخص اللي قدامه مش بيستخدم مشاعره لكن الموقف اللي فيها خلافات او فيها انفعلات هو طول الوقت مشاعره اللي مسيطرة عليه قدرة الست على التسامع اعلى من الراجل يعني اللي أنا بشوفه لا معروفة اه اللي أنا بشوفه ان مثلا سامح ولادها ويتسامح جزء ويتسامح نفسها بس ما بتسمحش نفسها لا لازم تسمح نفسها يعني هي دي ممكن اكتر المعاناة اللي بتحس بها الست اللي ان هي فعلا الستات ما بتسمحش نفسها لو اصارت لقياه طول الوقت ضميرها وجه لو ما عملتش الحاجة لولدها زي كما يجب يبقى طول الوقت ما بتسمحش نفسها ما هي حتة النقد والجلد للذات دي دي بتبقى مشكلة كبيرة بتخلي الشخص يخش في اكتئاب يخش في عزلة اجتماعية يخش في مشاكل منعية يخش في مشاكل صحية كتير جدا وطول الوقت استرس فلازم أنا عندي قابلية اننا اقدر احكم على الاهداف بواقعية بمعنى ايه انا حاطت هدف اننا النهاردة اعمل كذا وكذا بس انا وانا بعمل ده مش مشغول بالنتيجة يعني هو طول الوقت الشخص المثالي هو عينه عن نتيجة وناس للرحلة والخطوات اللي هو بيعملها وناس هو بيعمل ايه لكن الشخص اللي هيبقى عنده عايب يدور على الانتاجية العالية او بيدور على الواقعية هو طول الوقت بيدور انه يحاول يحقق اكبر قدر ممكن من الاهداف اللي هو حططها مش لازم احققه كلها ايه او حتى لو ما تحققش مش مطلوب ان تتحقق اه يعني احنا دلوقت حققق 50% من الانتاجية بالضبط كده فاحنا بنقول ايه دا من حتى لولادنا ننصح بنقولهم اعمل اللي عليك واسيب الباقي على ربنا فانت بتكتهدي برضو انك تقوم بأدوار الجمدة بس ما توصلش لحتة الجلد بالذات او ان احنا هنا يبقى متربصين لبعض في العلاقات يعني دايما لوقت الشخص لازم يكون فيه الموضوع فيه نطج بشكل اهدى شوية بشكرك جدا دكتور امجد جبر استشارة بالنفسي مرسي جدا يا دكتور انا بشكر حضرتك وخليني اقول كلمتين لاخواتي وحباهيبي واصحابي يعني بطلي مثالية بيجيلي شكاوة كتير جدا وبيجيلي على البرنامج اللي هو شفتي شفتي فلان اللي جايب عربية هدية لامراته وامراته اللي هي بتشتغل ولا شقيانة وما عرفش وما كميتش تعليمها وقاعدة في البيت وبنشوف كل اللي هي الست جوادي وجزها مدلحة اخر دا لا بلاي في اللي اخر كلمة ما هي مهتمة بيه هو بس هي ماش دعو عارفيني دخلتي بيتها هتلاقي عادي مكاركب مش مهم الدنيا تتشل تتابد مش مهم الولاد يذاكر ومتباش معطعش ريانها وقاعدة عمالة تذاكر واتقبط وتضرب بالشبشب وبالمصطرة والوكتب لا برده خالص عادي موقفة كل المواتير يا من الودي ينامي يقومي يكسري مش مهم لكن ييجي سبع البرنبة لها لبسة وجميلة وريقة ما هي الرواءة دي الرواءة دي بتيجي من هنا ما أنا لازم أبقى زكية زي ريقة أنا ستة ريقة فييجي جوزي يلاقيني ريقة ما يعرفش بقى أن الولاد اللي أنا حرقة بقى الستة التانية اللي هو الاحتراق اللي عمالة تذاكر وتنظف وتشيل وتمسح وتطبخ لا ما هو جاي مش شايف كل الكلام ده فأنتي مش مطلوب منك تبي مثالية أنا بقولك كده ما تبقيش مثالية صحتك هتروح وصحتك النفسية دمك هيتحرق ويجي لك الضغط وشعرك يقع ويجي لك اكتئاب وهتنامي بالمنومات أيها هيوصل كل دم شوار حياة وفي الآخر الولاد بقى اللي أنت شئتي عليهم آه طبعا الحبايبنا طبعا ربنا خلهم لنا كلهم لكن هيكبر هيتجوز تلاقي مراته قاعد جنب مراته كده لو ما عمش طبخت له عادي لو ما جاي اللبسه مكرمش نازل رايح لمامته بلبسه مكرمش فمامته ببصوله اللي أنت بقى حرق دمك عادي بيحبها مبسوط هي ريئة ست ريئة فما تعمليش في نفسك كده مش لازم تبقى مثالية ادي على قد ما تقدري ومش لازم فلوسك كلها رايحة على البيت خليها لنفسك انزلي رواقع على نفسك اعملي شعرك روح يخسي تنضيف باش را جسمي يبقى حلو أجيب لبس حلو كده لأن اللبس الجديد والشوفنج ده بيغير النفسية مش لازم كل شهر تبقى عملة جمعية ودخل مقصطة كذا وكذا وكذا وتيجي تبقى محروق دمك على مجهودك طول الشهر عشان ابنك عايز تليفون جديد وعشان عايز تابلت معرفش ايه وعايز يغير ايه هو مسؤول أبو وقولك على حاجة عملتي كل ده أبو بيبقى سكر وعسل سكر وعسل وشربات يعني أنت حتى كل فلوسك ومحروق دمك وانا جبت لكم وعملت لكم ويجي بقى لو بابا قال له كلمة يبيبقى أمر طب ما دم هو عسل وشرباته أمر سيبيهم لباباهم هو يتصرف لما يجي يقولك أنا عايز قلبك ده الطاري ده نش فيه لباباك يا حبيب روح لباباك يا حبيب فيبجي الأب هو ليشيل مسؤولية أنه يجيب لو هو زعله ما يجيبش إن شاء الله ما جيب عادي روائي على نفسك وهدي أعصابك وشيلي كل المسؤوليات دي مش كلها مش كلها تشيليها زي ما أنا بشيل هو يشيل ما شلش أنا مش أشيل عشان كده أنا بقولك المسؤولية دي وهم هيدمر أعصابك وحياتك وفي الآخر ولا حياة قلت الكلمتين اللي عند أشوفكم على خير الحلقة الجهة إن شاء الله